موسيقى مطابع مشاهدين هذه الحلقة من ساعة حرة سيد ديريك ديفسون الكاتف في شوئن سياسة الخارجية الأمريكية واشنطن عرضت الاستفتاء الذي أجريه عرضت إجراءه وتعترض وليس تقول أنها لا تعترف بنتائجه الآن استفتاء أقليم كردستان العراق لكن برأيك هل هذا يعود إلى أن واشنطن ضد قيام دولة كردية أم ضد مثل هذا التحرك في هذا التوقيت وفق ما تقول البيانات الأمريكية لأسباب لها علاقة بالحرب على الإلهاب وما إلى ذلك أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بالتوقيت ولكن أعتقد أن واشنطن تفضل أن لا تقام دولة كردية مستقلة وسأدخل في تفصيل هذا بعد قليل ولكن بالنسبة للتوقيت والحارب ضد داعش التي لا زالت جارية ومع وجود العراق على مفترق طرق وتحاول الدولة في تماسك نفسها والفترة التي ستلي بعد سحب كل الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش وإذا كان بإمكان إدخال السنة العرب في الدولة بطريقة لا تؤدي إلى إدفاضة من السنة وهذا الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور نسخة ثانية عن داعش الوقت صعب جدا لنضيف إليه عامل معقد مثلا عامل الاستفتاء أو التحرك نحو تحقيق دولة كردية طبعا واشنطن تفضل لو أجرياء الاستفتاء ولو كان سيد بارزاني لينتظر فترة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بعد الاستفتاء ولكن مع هذا فيما يتعلق بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية وأعتقد أن هذا هو الإجماع في واشنطن وطبعا هذا تكهني أنا أشعر إلى درجة قوية بأن الأمريكيين يفضلون أن يكون الأكراد في داخل العراق بدل من خارجها لأن العلاقة بين الولايات المتحدة وكردستان العراق هي قوية للغاية وهذا يعطي الولايات المتحدة قدرة لتأثير على قدرة ضغط على الأحداث لأن الوزارة الخارجية قلقة بشأن نفوذ إيران وبسط سيطرتها ولكن تفضل الولايات المتحدة أن يكون الأكراد داخل العراق وهذا أمر قيم للغاية للولايات المتحدة وطبعا يشعرون نفس الشيء بالنسبة للأكراد في سوريا فهم يفضلون وجود حزب الاتحاد الديمقراطي والأكراد يبقوا داخل الدولة السورية لكي يتم استخدامهم كآدات من جانب المؤسسة الأمريكية أو من جانب السياسة الخارجية الأمريكية بدل من أن يكون الأكراد خارج الدولة بحيث لن يكونوا مفيدين لولايات المتحدة سيد كاميران كاراداغي بالعودة إلى موضوع المواقف من الدولة الكردية موضوع السفتاء رغم نيله غالبية نيل النعم غالبية كاسحة وفق النتائج 92% لكن يبدو أنه يترك أثاره أيضا في الساحة الكردية العراقية هناك انتخابات مقبلة في نوفمبر المقبل الرئاسية وتشريعية هناك أيضا مواقف معارضة مثلا موقف السيدة هيرو إبراهيم من تشكيل المجلس الأعلى للقيادة الكردية أو ما إلا ذلك للدولة الكردية عارضت تشكيل ذارت تقول أنه لن تكون جزءا منه وهي زوجة الرئيس الراحل الطالباني أيضا هناك أحزاب جديدة تظهر على الساحة أحدها اليوم السيد برهام صالح في تقديرك الساحة الكردية العراقية كيف سيكون تعاملها مع هذه التطورات في ظل أيضا تصاعد المعارضة الخارجية للاستفتاء ونتائجها إنه بس بكم ثانية أوضح نقطتين لا علاقة في الحقيقة إطلاقا بين انتكاسة صحة الرئيس طالباني ونقله إلى ألمانيا وموضوع الاستفتاء هذه نقطة النقطة الثانية في الحقيقة لم يكن هناك خلاف عميق فيما يتعلق بموضوع الدولة الكردية حتى المقطع الذي بثيته قبل قليل مام جلال لم يقول أنه ضد الدولة الكردية كان يقول أن إقامة دولة كردية في الظروف الحالية غير ممكنة هذا لا يعني أن إقامة الدولة الكردية غير ممكنة بشكل نهائي كان الكلام قبل ست سنوات نعم أكثر من ست سنوات في عام 2009 ثماني سنوات وقليلا قبله أيضا بسنتين في كواف السليمانية قال أيضا أنه حلم هل تعتقد أنه بعد يعني لو كان الرئيس طالباني قادرا على المتابعة أثناء الثلاث سنوات الأخيرة في تقديرك هل كان ليغير رأيه في أن الظروف غير مؤاتية لأن كثيرين قالوا أن السيد البرزاني استغلى مسألة داعش والحارب على داعش والأمر الواقع الذي أو ما فرض أيضا لاحقا وسيطرة الأكراد على مناطق كركوك ومناطق متنازع عليها هل كان الرئيس طالباني برأيك ليغير رأيه ويرى أن الظروف بدأت مؤاتية للسير في اتجاه قيام دولة كردية يعني طبعا لست منجما حتى أعرف بالضبط كيف كان سيفكر طبعا لو الرئيس طالباني لم يصب المرض لكان انتهت ولايته في عام 2013 أو 14 أو أقل وبعد ذلك كان سيعود إلى كردستان لقيادة حزبه كيف كان سيتصرف آنذاك ماذا كان سيفعل كيف كان سيفكر من الصعب جدا يعني لا نستطيع أن نعرف ذلك لكن إذا أخذنا في الاعتبار تأريخ الرئيس طالباني وقناعته وأصلا منذ تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني الذي هو من تأسيسه طبعا يعني هو أقام كل مشروعه على أساس إقامة دولة كردستان فلذلك يعني لا في رأيي في تقديري طبعا أن الخلاف لم يكن بهذا العمق بحيث كان سيرفض نهايا ولكن في تقديري أيضا لو أنه كان قادرا يعني على قادرا وبوعيه الكامل وبصحة جيدة يعني كان بالتأكيد سوف يتصرف بطريقة هو والرئيس مسعود بارزاني بإدارة هذه العملية بطريقة ربما أكثر فاعلية وهدوءا لإقامة سواء الاستفتاء ولكن من دون إثارة توتر وخلاف إلى حد كبير مع بغداد ومع دول الإقليم ومع العالم الخارجي يعني في تقديري أنه كان من الممكن وهذا أقول ذلك بناء على تجارب لأن في كثير من الأحالات كان مام جلال يخفف كثيرا من بعض المواقف سواء من طرف بغداد أو من طرف الإقليم للوصول إلى حل سعود إليك سيد كاميران بإجاب طريقة مثلة سعود إليك في موضوع الساحة الداخلية الكردية في الجزء الأخير لو سمحت لكن دعني هنا أعود إلى سيد إبراهيم الصميضة أولا كان لديك تعليق سيد إبراهيم الصميضة حول مثل إسقاط مرض الرئيس أو الانتكاسة الأخيرة التي أدت إلى وفاته اليوم على موضوع الاستفتاء قد يراه البعض ربما فيه جانب عاطفي أو مبالغ به أو محاولة للإسقاط السياسي على حالة إنسانية هل لديك أي تعليق في هذا المجال تعقيبا على ما قاله السيد كاميران؟ لا بدان أستاذ إحتيان أنا أصلي كموقفي الشخصي أنا أقول أنه لا يمكن فرض المواطنة على الأكراد بالقوة وأقول أن ثمن فرض المواطنة على الأكراد بالقوة سيعود بنتائج سلبية على الأكراد وعلى العرب وعلى الدولة العراقية وبالتالي أذهب إلى خارط الطريق لفك الارتباط ليس بطريقة الإملاء والفرض التي ذهب إليها فخامة الرئيس مسعود بارزاني وإنما يجب أن تكون برؤية أخرى على الأقل تخفف المركز كثيرا وتخفف التزامات بالرغم من أن لبغداد اليوم رأي آخر بغداد تصر أن الذي صوت على الدستور لا يمكن له أن يفك الشراكة بطريقة منفردة طيب مسألة التوقيت السيد إبراهيم قول الرئيس طالبان أن الظروف غير مؤاتية كان قبل ما عرف بالربيع العربي قبل أيضا ما حدث في العراق موضوع داعش في 2014 يعني البعض يقول أنه لو لا هذه الظروف التي فرضها داعش في العراق لما كان بإمكان الرئيس البرزاني رئيس الأقليم أن يقدم على هذه الخطوة هل رئيس طالباني ربما كان فكر بالأمر ذاته ربما وغير رأيه سادة حسين أنا قلت لك مثل تاريخي أنا مسؤول عنه صدام حسين أعطى حق الاستقلال لجلال طلباني وليس لمسعود برزاني الذي كان مقيما في بغداد والذي استدعى القوات العراقية لمحاربة الاتحاد وجلال طلباني في عام 1996 والإقليم واقعا مستقل من منذ عام 1992 نعم ولكن سيد أبراهيم تتعرف أيضا أن تلك المرحلة حينما عرض ذلك من صدام حسين سواء على الرئيس طلباني والبعض يتحدث عن أيضا أنه عرض أيضا على السيد البرزاني أنه ما اعتبر ذلك فخا من صدام حسين بمعنى أنهم خذوا الآن هذه الدولة تحتلها إيران لاحقا وطالب مجلس الأمن بصحب القوات الخارجية منها وبالتالي يعيد السيطرة عليها بشكل كامل وهذا ما يحدث بالتأكيد ما الذي تغير منذ عام 2008 لحد الآن يعني على العكس المفروض أن تركيا التي نسج الرئيس مسعود بارزاني علاقة متميزة معها لاستثمار الكرد وبالتالي التأثير في العمق السني من خلال سنية الكرد وأربيل لمزاحمة النفوذ الإيراني في العراق من الذي حصل ها هي تركيا اليوم أكثر تشددا من إيران على موضوع الاستفتاء والاستقلال وأنت تعرف وكل باحث يعرف أن عندما تقف بغداد أنقرة طهران على خط واحد فلا يعود لأي عامل داخلي أي أهمية بل حتى العامل الإقليمية والدولية الأخرى تتلاشى أهميته هذه العواصل الثلاث ترسم خارطة الطريق في المنطقة بشكل واضح وهي لم تكن على هذا المحور منذ حلف بغداد عام 1952 ونعتقد أن وجود بغداد أنقرة طهران اليوم على خط واحد سيعيد ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط بشكل يختلف تماما وليس طبعا ليس في صالح الأكراد لكن الأكراد يقولون أن هذه العواصل تختلف على كل شيء ولا تتفق إلا على الأكراد وبالنتيجة وما الذي كان يكون ظرفا لصالح مسعود برزاني والأكراد للذهاب إلى الاستقلال الآن إلا إذا كان الرئيس مسعود برزاني كان يقصد بشكل واضح هو استفزاز الكرد في المنطقة لتفجير ربيع كردي في استغلالا للربيع العربي لكي يكسر الحدود ويبدأ بإنتاج فوضى ولا ربما تلد الدولة الكردية بعد هذه الفوضى وهذا الذي لا ربما استدعى هذه الدول وجعلها تتخلى عن كل خلافاتها وتقف على خط الأزمة بشكل واضح لم تكن بغداد نفسها تتمنى هذه العلاقة مع طهران الصديقة لها التي كانت لربما في بعض المحاور تدعم الكرد أكثر من الشيعة وأنقرة التي كانت تعارض بغداد وتستخدم أوراق كثيرة لمعارضة الحكم في بغداد تحديدا الحكم الشيعي فاصلنا خير نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة ومن ساعة حرة تابعونا بعد قليل اشتركوا في القناة